اشتركوا في القناة عدد المسجلين في منظومة وفاكس يتجاوز عتبات المليون ووزارة الصحة تهدف إلى تلقيح ثلاثة ملايين شخص قبل موفى شهر جوان المقبل واشنطن تبدي استعدادها لرفع أي عقوبات مفروضة على إيران لا تتماشى مع الاتفاق النووي اهلا بكم تحيي تونس اليوم الذكرى الثالثة وثمانين لعيد الشهداء تاريخ يحتفى به رسميا وشعبيا تخليدا لنظالات نساء ورجال قدموا تضحيات في سبيل حرية تونس وذد الاستعمار الفرنسي وجرائمه منون سنة تمر اليوم على ذكرى عيد الشهداء تاريخ حفر بدماء رجال ونساء قدموا أرواحهم وأجسادهم وعائلتهم فداء لتحرير تونس ودحر الظلم والاغتصاب الذي كان يمارسه المستعمر الفرنسي عليها جئنا في هذا اليوم لإظهار قوانا قوة الشباب الجبارة التي ستهدم هيكل الاستعمار الغاشم وتنتصر عليه كلمات من خطاب المناظر علي البلهوان كانت كافية لتشعل أحداث التاسع من أفريل 1938 حين خرجت مظاهرتان الأولى من ساحة الحلفوين بقيادة زعيم الشباب علي البلهوان والثانية من رحبة لغنم ما تعرف اليوم بساحة معقل الزعيم بقيادة المونجسليم تطالبان ببرلمان تونسي ليتم مواجهتهما بالرصاص وقمع الاحتلال الفرنسي ويسقط 22 شهيدا وأكثر من 150 جريحا ويعتقل جمع من قيادات الحركة الوطنية من بينهم علي البلهوان والحبيب بوركيبة محطة كانت مفصلية في تاريخ البلاد عقبتها فيما بعد مسيرات من الكفاح انتهت بافتكاك استقلال تونس عام 56 وتسعمائة وألف لتصبح هذه الأحداث أعيادا وطنية يستذكر خلالها التونسيون تاريخهم ونضالات أبنائه وفضلهم الكبير على مستقبل البلاد مناسبات يحتفى بها رسميا من خلال موكب يحضره رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ويوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكري للشهداء بروضة شهداء بالسجوم وشعبيا وترفع فيها الأعلام الوطنية وتجوب المسيرات المدن التونسية محملة بالشعارات الوطنية أحداث كانت بالأمس تاريخا صارت اليوم مغلفة أكثر بالحاضر لتشهد البلاد مرة أخرى تقديم مئات من الشهداء من أبناء الشعب والأمن والجيش في أحداث إرهابية وتستمر معه تضحيات الكثير في سبيل استقرار تونس وأمنها تضحيات ينتظر اليوم أن يقدمها المسؤولون عن هذه البلاد والمتحكمون في قرارها ومصيرها ويتوحدون لخدمتها حتى تخرج تونس من أزمتها تكريماً وتعظيماً لأرواح شهدائها على الأقل يصل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم للعاصمة المصرية القاهرة في إطار زيارة رسمية تتوصل على مدى ثلاثة أيام وبدعوة من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي زيارة نفرت ردود فعل متبينة بسبب التوقيت وسجل صاحب الدعوة الحقوقي فاجأت رئاسة الجمهورية الشعب أمس ببلاغ عن تأدية رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة رسمية إلى مصر تمتد من التاسع إلى الحاد عشر من أبريل 2021 وذلك بدعوة من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورغم حضور الرئيس صباح اليوم بروضة الشهداء بالعاصمة رفقة رئيس مجلس نواب الشعب رجل الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي موكب أحياء الذكرى الثالثة والثمانين لعيد الشهداء الذي يخلد بطولات التونسين ضد المحتل الفرنسي الهمجي خلال أحداث التاسع من أبريل 1938 إلا أن المواطنة كان ينتظر حضور رئيس الجمهورية لاحتفالات شعبية وميدانية خاصة مع اقتراب الشهر الفضيلة لكن الرئيس آباء إلا أن يغادر البلاد باتجاه مصر في نفس اليوم في تكرار لما فعله في العشرين من مارس الماضي بعد تغيبه عن ذكر عيد الاستقلال فوفق بلاغ رئاسة الجمهورية تأتي الزيارة في إطار ربط جسور التواصل والتنسيق بين قيادتي البلدين إضافة إلى إرساء مصاري التعاون بين الطرفين وحق الشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء ينتهي هنا نص بلاغ رئاسة الجمهورية لتنطلق بعدها سيول التعليقات وردود الفعل المتبينة والمستأتي من هذه الزيارة حاز الاعتراض على صاحب الدعوة حيزا هاما من الانتقادات فالمضيف هو عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر وصاحب أسوأ سجل إجرامي واعتداء على حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة وفق منظمات حقوقية فيما قرن البعض هذه الزيارة بزيارته لليبيا الأخيرة معلقين عندما تقتصر الزيارة لليبيا على ثلاث ساعات وتكون زيارة مصر لثلاثة أيام تأكد أن سلم الأولويات عنده مختل فليبيا هي المتنفس الطابعي والفرصة الحقيقية للاقتصاد التونسي وليست مصر فيما دون أخرون وأخيرا التحق سعيد نهائيا بمعسكر التسلط والاستبداد والتحق بنادي بن زايد والسيسي من جهة أخرى رأت وسائل إعلام محسوبة على قوى الثورة المضادة على غرار صحيفة رؤية أحد الأذرع المخابراتية الإماراتية التي عنونت أحد مقالاتها بقيس سعيد يزول القاهرة ومراقبون يعتبرونها خطوة جديدة لعزل النهضة حيث أكدت الصحيفة أن الزيارة سدمت مؤيدي حركة النهضة وهي بداية نهاية دور الإخوان في تونس وأن الرئيس سعيد سيواصل عزل الحركة داخليا وخارجيا يذكر أن زيارة قيس سعيد للقاهرة هي سادس زيارة له خارجيا منذ توليه الحكم أواخر سنة 2019 وتأتي بعد زيارات قادته إلى كل من سلطنة عمان والجزائر وفرنسا والكويت وقطر تبعا تجاوز عدد المسجلين في منظومة فاكس لتلقيح ضد فيروس كورونا تجاوز عتبة المليون شخص وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم وقالت الوزارة في بلغها أنها تعمل على تلقيح ثلاثة ملايين شخص بحلول شهر جوان المقبل في سياق متصل أكدات الخصائية في الأمراضي الصدرية سميرة مرعي أكدت السلالة البريطانية منتشرة في كامل ولاية الجمهورية مشيرة إلى أن أقسم العاش في بعض المستشفيات بلغت طاقة استيعاب قصوى أفادت وزارة الصحة في بلغ لها الخميس بأنه تم بتاريخ الأربعة السابع من أفريل الجاري تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 9136 حالة كما سجلت وفق البلاغ ذاته 1833 إصابة جديدة إثر إجراء 7346 تحليلا مخبريا فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 222 461 شخصا بعد تعافي 916 مصابا وتتكفل المؤسسة الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا حسب الوزارة بـ 1844 مصابا إضافة إلى إقامة 388 مصابا حاليا بأقسم العناية المركزة بالقطاعين وخضوع 117 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص وفي ذات السياق أفادت الأخصائية في الأمراض الصدرية بمستشفى الرابطة ساميرا مرعي مساء أمس أن السلالة البريطانية متواجدة في كامل ولايات الجمهورية داعية إلى مزيد تكثيف التقطيع الجيني خاصة للوافدين من أوروبا ومن ليبيا التي ظهرت فيها سلالة جنوب إفريقيا المتحورة لفيروس كورونا وذلك بغاية التقصي وأشارت إلى أن أرقام المصابين والوفيات والمقيمين في المستشفيات تضاعفت في الآوين الأخيرة بالتوازي مع انتشار السلالة البريطانية في العديد من الولايات ولاية زغوانة من بين الولايات التي شهدت ارتفاعا في نسبة الإصابة والوفيات في عدد المرضى المقيمين بقسم الأنعاج حيث أكدت الإدارة الجهوية للصحة أن هذا القسم بلغ تاقة استيعاب قصوى وأن الوضع الوبائي بالجهة أصبح غير مطمئن وهو الحال بالنسبة لولاية التطوين في العالم وفي تطور جديد للجدل القائم حول لقاح أسترزينيكا بعد أن تبين تسببه بنسبة ضئيلة في أحدث تجلطات في الدم فإن الهيئة العليا للصحة الفرنسية تستعد لنشر بيان تنصح فيه بجرعة ثانية من لقاح فايزر أو موديرنا لمن سنهم أقل من خمس وخمسين سنة يذكر أن دراسة جديدة قائمة على الملاحظة بأحدى الموقع العلمية أشارت إلى ترابط بين المناطق المشمسة وانخفاض معدل الوفيات النجم عن فيروس كورونا ويقول باحثون أن زيادة التعرض لأشعة الشمس وتحديد إيفا لها تأثير إيجابي على الصحة العامة خاصة إذا أثبتت الأبحاث الإضافية أنها سبب في انخفاض معدلات الوفيات أعلنت وزارة تربيانه تبعا لتعديل الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا لتوقيت حظر الجولان سيتم اعتماد توقيت رمضاني ابتداء من يوم الاثنين وذلك وفقا للمنشور عدد 24 ستة 2021 المتعلق بتنظيم العمل خلال شهر رمضان بالمدارس الاعدادية والمعاهد العمومية والخاصة والمدارس الاعدادية تقنية والذي ينص على استمرار العمل فترتين تمتد الأولى من الثامنة صباحا حتى الحد عشر وعشرين دقيقة فيما تمتد الفترة الثانية من متصف النهار وعشرين دقيقة إلى الساعة ثالثة واربعين دقيقة بعد الذهر والمنشور عدد 25 خمسة 2021 المتعلق بتنظيم العمل خلال شهر رمضان بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة والذي ينص على توزيع العمل على فترتين تمتد الأولى بين ثامنة صباحا حتى الحد عشر واربعين دقيقة والفترة الثانية من متصف النهار وثلاثين دقيقة إلى الرابع عصرا وعشر دقائق استقبل رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية إبراهيم العربي حيث مثل لقاء فرصة نوها من خلالها رئيس الحكومة برفعة العلاقات التونسية المصرية وبين الشعبين الشقيقين مؤكدا على ضرورة تدعيم تعاون الاقتصادي بين البلدين من جانبه أكد المسؤول المصري همية تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التجارة البينية وحجم الاستثمارات المشتركة مبينا الحرس الثنائي على العمل على إزالة كافة العقبات ثم منسية بحركة التجارة بين البلدين والآن مشاهدين إلى جولة في الأخبار الاقتصادية تونس توناندكس أمس الخميس عند الإغلاق بنسبة 0.43% عند 7165 نقطة وسط تداولات في حدود 5.4 مليون دينار وفق بيانات الوسيط بالبرسة التونسية للأوراق المالية وسجلت السوق تداول أكثر من 700 ألف سام وأغلقت 23 شركة على ارتفاع و24 شركة على تراجع في حين لم تسجل 18 شركة أي تغيير في أسهمها تراجعت نسبة التضخم لشهر مارس 2021 إلى مستوى 4.8% بعد الاستقرار الذي شهدته توالى الأربعة أشهر المنقذية في مستوى 4.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للأحصاء ويعود هذا التراجع لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهر مارس وفيفري 2020 بالمقارنة بالسنة الفارتة كما شهدت وطيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تطوراً خلال هذا الشهر بنسبة 4.1% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 11.7% وأسعار الخضر بنسبة 8.8% وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 5.5% وأسعار الأسماك بنسبة 4% في خبر آخر أعلن الرئيس المدير العام لشركة فيا موبايل المتخصصة في حلول الدفع البديلة محمد جربوج عن حصول شركته على أول رخصة من البنك المركزي لممارسة نشاط مؤسسة الدفع وإطلاق منتوجها التجاري المبتكر سورد هذه المؤسسة ستسمح بالقيام بعملية دفع وسحب الأموال والتحويل الفوري للأموال من شخص لآخر وخلاص فواتير الماء والكهرباء والهاتف وغيرها من الفواتير وشحن الهواتف الجوالة ولعب الرهانات الرياضية وسداد استحقاقات القروض الصغيرة وإزداء المساعدات الاجتماعية وستكون الانتلاقة الفعلية للشركة في غضون أسبوعين على أقصى تقدير من خلال حوالي ألف وكيل موزعين على كامل تراب الجمهورية دعا البنك المركزي تونسي المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للدوان الوطني للبريد دعاهم الاتخاذ الاجرات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات الصحب من الموزعات الألية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني وذلك ضمن لحصن سير المعاملات خلال عضلة نهاية الأسبوع بداية من تاريخ اليوم كما دعا إلى السهر على حصن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والتسريع في معالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات مع الحرص على أعلام البنك المركزي بكل المستجدات التي من شأنها أن تؤثر على سير العدي لأنشطة الدفع ثمن تونس قرر لدار الأمريكي استأنفى المساعدات الاقتصادية والإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق وجاء في بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها المساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتمكنه من مواجهة تحديات الاقتصادية والاجتماعية مجدداً دعوتها للمجموعة الدولية إعطاء دفع قوي لعملية السلام في الشرق الأوسط حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والعادلة من الأخبار الوطنية إلى أخبار العالم أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بلاده مستعدة لرفع أي عقوبات مفروضة على إيران لا تتفق مع الاتفاق النووي مؤكداً استعداد واشنطن لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق وقالت الخارجية الأمريكية أن المحادثات النووية الإيرانية ستكون صعبة لعدة أسباب همها الافتقار إلى الفقى بين طهران وواشنطن معبرة عن أملها في التواصل للالتزام المتبادل بالاتفاق النووي هذا وتجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة هذا الأسبوع في ذينا بشأن العودة للاتفاق توفي اليوم الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا لساباتة ثانية عن عمر نهزة تسعة وتسعين عاماً وكان قد عرض شهر فيفر الماضي لوعكة صحية في مقادر المستشفى الشهر المنقذي بعد أن تلقى علاجاً لشفاء من عدوة لم يكشف عنها وللخضوع كذلك لإجراء طبي في القلب هكذا نصل إلى ختام النشرة ونذكركم بما جاء فيها تونس صحي الذكرى الثالثة وثمانين شهداء تسع من أبريل ثمانية وثلاثين وسط أزمة سياسية وصحية واقتصادية خانقة عدد المسجلين في منظومة أفاكس يتجاوز عتبة المليون ووزارة الصحة تهدف إلى تلقيح ثلاثة ملايين شخص قبل موفى شهر جوان المقبل واشنطن تبدي استعدادها لرفع أي عقوبات مفروضة على إيران لا تتماشى مع الاتفاق النووي نشكر متابعتكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر